قال النووي رحمه الله فصل في حكم تكرار آية السجدة لو واحد كرر آية السجدة هون ما قالي عنه احتمالات قد يكرر الآية نفسها مثلا واحد عم يحفظ عم يحفظ وعم يعيد ويزيد وعيد ويزيد فعم يكرر آية السجدة وقد لا يكرر الآية نفسها بل يقرأ عدة آيات فيها سجدات قال رحمه الله إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف لماذا لأنه كل وحدة توجب السجود كل وحدة توجب السجود وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرتين بلا خلاف فإن كررها في المجلس الواحد كرر آية في مجلس واحد كما ذكرت لكم مثل واحد عم يحفظ نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى ما هو عم يكرر طيب لما قرأها أول مرة سجد ولا ما سجد فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجد واحدة عن الجميع يعني في الآخر وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه ما شاء الله على الفقهاء يعني شو بيفصله الله يجزيهم الخير أصحها طبعا الأصح شو بيقابله الصحية أصحها أنه يسجد لكل مرتين سجدة ليه لتجدد السبب كل ما عم يقول يسجد واقترب مثلا عم يتجدد السبب يسجد لكل مرة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال صاحب العدة من أصحابنا يعني من فقهاء الشافعية وعليه الفتوى دائما الفقهاء في عندهم قول بيقولوا عنه عليه الفتوى يعني ممكن للأقوال هذه اللي عم تسمعوها يفتبها انتبهنا كيف عادة يفتب قول يناسب حال الناس ودائما يراعى يعني عدم التشديد على الناس ما أنزلنا عليك القرآن لتشقع أغلب الفقهاء أيها الإخوة يفتون بالأسهل طبعا مو التساهل اللي هو التضيع والتميع لا لا لكن إذا في قول هيك وفي قول هيك يفتون بالأسهل لغيرهم ويأخذون لأنفسهم بالأشد انتبهنا كيف واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا يعني من فقهاء الشافعية القول الثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتك فيه الأولى أما إذا كرر السجد الواحد في الصلاة هذاك كان بر الصلاة في الصلاة إذا كرر السجد الواحدة فإن كان فيه ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة هاي اللي اتخدمت معنا وإن كان فيه ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف واحد عم يقرأ قرأ بالآية السورة الركعة الأولى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بده يسجد قرأ بالركعة الثانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بده يسجد لئي لتجدد السبب تجدد السبب تجدد السبب